مكتوب وَأَمَّا كُلَّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا أَنْ يَصِيرُ أَوْلَادُ اللَّهِ أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا من الله عمل النعمة الخلاص بالإيمان على حساب ما فعل يسوع بموت الكفار على الصليب إذ مات نيابة عنك وعني أخذ عقابك وعقابي أخذ خطيتك وخطيتي في جسده حتى نكون أبرار أمام الله مكتوب أيضا وَجَعَلَ الَّذِي لَمْ يَعْرِفْ خَطِيَّةِ خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه ثم يقول الكتاب المقدس إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا فعمل المسيح هو عمل التغيير الجذري الثوري الفوري بالنعم أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس فإذن أحبائي كنا أموات أحيانا مع المسيح وفي المسيح أيضا كنا خطاه جعلنا أبرار أمام الله كنصيبنا الهلاك الأبدي صرنا أولاد الحياة الأبدية كنا بعدين صرنا قريبين بدم يسوع المسيح هذا ما فعله الرب يسوع المسيح لماذا؟ لأنه أحبنا محبة أبدية لأنه أحبنا بغض النظر ونحن بعد خطات لأنه أحبنا حتى المنتهى لأنه أحبنا أولا لأنه مكتوب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ولكن المشكلة العويصة هي مشكلة الخطية التي لوثت وشوهت كل أشكال الحياة وشوهت الصورة فكنا نحتاج أن نسترد إلى صورته نحتاج أن نسترد ونرجع إلى الله وهذا عن طريق الاعتراف بالخطية عن طريق التوبة إلى الله والرجوع إلى الإله الحي وعن طريق الإدراك أنه مكتوب فإن أجرة الخطية هي موت أما هبت الله عطيت الله هي حياة أبدية انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه